عن مباراة مبارح لأنه لسه الكلام فيها كتير بصراحة وكان فيه تصريح لكابتن سيد عبد الحفيز ويمكن ده كان معنا فيه من أخبارنا يعني ده من أخبارنا في الانترو وبيتحدث فين الحكام الدوليين نحن عايزين نعرف فعلا فين الحكام الدوليين هو أصلا فكرة أن مباراة الأهل والزمالك في الدوري تتلاعب بدون حكام دوليين دي فضيحة أصلا دي مشكلة كبيرة أمر غريب جدا أمر مش منطقي أنا ممكن آه لو أنا عايزة أكبر حكم عندي صغير ودي له ثقة في مباراة أهل أو زمالك لازم على طول أخطر مباراة في الكاس مباراة اللي ما يعفى نادي الأهل أو الزناك بيلعبوا فرق في الدور الأربعة وستين وأدوار يعني لسه فيها بداية وبتاعي فرق من الدرجة التانية وكده آه ممكن ليه عشان الخطأ ما يبقاش كبير لما أحب دتكلم من المباراة نادي الأهل والد جلق كان فيه مشكلة كان فيه ضرب الجزاء نادي الأهل ما تحسبتش ونادي الأهل خاصة نادي الأهل بخلاف طبعا فيه طبعا مشكلة فنية بتاني أنا بأكد مليون في المئة عمر ما فيه أي آه في موضوع نادي الأهل في أي سقوط سوق تعادل أو هزيمة أن المنظومة بترجع السبب للحكام ده حتى النادي الأهل في عز جبروت العرجون في نهائي 2007 قدام النجم الساحلي وضربتين جزائي ومحمد ابوتريكا يعني فضايح ما حدش طلع قال أن السبب التحكيم بس لا كان برضو كان فيه مشكل فنية في الفريق ولكن تاني أن المباراة للأهل على وجه التحديد وبنتكلم على بطل الدوري وبطل أفريقيا ونالي كبير ومفروض أصلا مطشطنا إحنا بنيجي في مطشط كبيرة اللي هي مزاعة تلفزيونيا نعلي من قيمتها فلازم كل حاجة تبقى على مستوى الحادث فطبعا أنا طبعا متطفق جدا أصلا ليه بقينا نسمع كتير يعني بعيدا عن النقطة المتعلقة بمباراة مباراة بالتحديد بشكل عام بقينا نشهد ونشوف ونسمع كتير عن أخطاء تحكمية التحكيم من قديم الأزم بيبقى في يعني لا غبار عليه في الفترات زمنية طويلة لكن ليه بقينا في الفترة الأخيرة وخصوصا مع وجود مستجد زي خاصية الفار أو يعني تقنية الفار المفروض تبقى الأمور محصومة أكتر مش إن الجدل يصار بشكل أجل الله أكبر علي جدا ما أخبر بقى منك آخر جملة هي دي الجديدة اللي هي معنا نهاردة طول حياتنا بنقول آآ أخطاء التحكيم جزء من اللعبة أخطاء التحكيم جزء من اللعبة جماعة تقبل أخطاء التحكيم دون بشر وما لآخره لكن النهاردة انت دخلت التكنولوجي بما انك دخلت التكنولوجي فبالتالي انت محتاج انك تقلل نسبة الأخطاء آآ في أخطاء هتحصل بس نسبتها هتقل وهو كمان نقطة مهمة الأخطاء الفادحة هتتلغي الأخطاء الفادحة هتتلغي يعني الأخطاء البسيطة هي بس اللي هتقبلها وبالتالي المشكلة في الموسم ده يا كريم إن كمية الأخطاء اللي طلعها من الفار مش هقولك بس بس بسيطة لا كارثية 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 كورد مسلا ماتش زمان كنادي امبي كنا بتاع الكريم فؤاد لضربة الجزائل كتاع الخط فكرة فكرة إن حكم الفار أصلا مايندهش الحكم ويقوله خلي بالك في حاجة روح شوفها يعني في حاجة روح شوفها روح حتى بس إيه نعمل أي منظر إن إحنا آآ يعني رجعناها ده ما حصلش ماتش ودي الأهلي ودي دجلة كان فيه ضربة الجزائل للنادي الأهلي واضحة جدا الفار برضو ما شافهاش ابارح طب يعني بالتالي هل الفار مش المفروض ان الفار موجود او استجد عشان يساعد لا طبعا لا طبعا عشان تاني يقلل نسبة الأخطاء لكن يجب ان تقلل نسبة الأخطاء وتمحي تماما الأخطاء الفادحة لكن حصل ابارح في الهدف بتاع آآ 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 شرف في احدى القانوات بيستضيف حكم سابق في الدولة الإنجليزية حاجة نبيه ولا من عندنا ولا من عندكم ولا ما اي حد اهو واحد جاي الفكرة طبعا او تاني بأكد ان فيه اختلافات في وجهات النظر عادي كل واحد ليه وجهة نظر ولكن الراجل قال ايه الوصف او اللفظ اللي قاله لما وروا له اللعبة بتاعت ايمان اشرف قال لك انا ما صدقتش ان الحاكم ما حسبش الكرة دي جون واصلا مكان شين فايرجع للفار هاي مش محتاج انك ترجع للفار دي الف به الكرة واحد بيعمل جمب عشان ياخد الكرة هو بيسعى للكرة مش بيسعى ان هو يعمل فاول فايا كان الظروف اللي حصلت احنا محتاجين نقف عند نقطة معينة مفيش مؤامرات وما تدخلش في نوايا حد واحنا بنتكلم على العاب محددة واخطاء بس لازم لما يكون عندنا هذا الكم من الاخطاء فعدل الاسابيع الليلة دي لازم لجنة الحكام تقف بعيد بقى عن التصريحات وان احنا كابت سالجي قال حاجة فوقفوا مطش وغرموا خمسين الف جنيه لأ اوكي خلاص انت مش خطي فلوسك اوكي اتفضل شغلك وصلح الاخطاء هو انا هاقل كل شوية اقول اصلي احنا بنغلط عشان انتو تنتقدونا طب اشتغل انت في مشاكل عندك في الحكام وحاجات انا اسف في اللفظ النهاردة الشباب الصغير يبيحب الكرة قوي لو انا جبتهم قعدتهم في قط الفار وقلتهم ايه رأيك في الكرة دي مش هيغلطوا بنفس الاخطاء اللي احنا بنشوفها طب هل يا كريم الاخطاء دي في الفار عندنا احنا بس ولا برضو نسبتها كبيرة في العالم في الدوري الانجليزي في غيره خليها نعرف بس انا هالي السان اللي فاتت السان اللي فاتت انا فوجة نظري الفار كان عنده مشاكل كبيرة جدا جدا في انجلترا وكان الناس كتيرة اشتكت حتى ده ده الجون لاين سيستم الجون لاين سيستم جيه في ماتش وغلط اه بس ده تكنولوجي ايه او حساعتها الشركة المسؤولة اعتذرت لما الكرة تعدت بكامل محوطها خط المرمى والعين مجردة من غير الرجوع الجون لاين سيستم بتشوفها جون فبس حصلت بلا قصده في كل حتة في مشاكل انما برضو في نقطة مهمة لازم نهاردة نفرق ما بين انا وجود هنا كناقض رياضي وبين الكابتن سالح حفيز كراجل مسؤول في نادي متضرر ايه لما لقى اتضرر كل شوية جاي علي انا هبدأ اعمل علامات استفهام ايه ايه او انا كان متضرر كريم بيتكلم عشان هو راجل بيقول رأيه لكن انا مش في الفرقة اه لكن المدير الفني او اللعيب او المدير الكورة او المسؤول في الفرقة لما يلاقي ان الاربع نقط اللي هو اخسرهم في الدولة بخلاف المشاكل الفنية تاني هو بعيد وزيد فيها بخلاف المشاكل الفنية كل مباراة فيها خطأ تحكيمي فادح فادح مش خطأ تحكيمي بسيط لأ خطأ تحكيمي فادح بزبط كده زي ما كابتن حمد طلعا طلعا الف ماتش امبي يعني حرام اللي حصل فيها طبعا انا بنتكلم بصراحة برضو فكل الامور دي لازم لجلة الحكام تقف عندها انت النهار ده او شو الحكام دول بياخدوا مرتب ولا بيشترع لو لو الوطن بياخدوا مرتب فانت بتدي ناس فلوس من غير ما صلح اختها من غير ما يدوا الحقوق للناس